اهلا بكم وإلى العنوية الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي موسكو تستبعد تحسن العلاقات ومسؤول أوروبي يقول أن الناخبين صوتوا ضد العنصرية والفضاضة ولي العهد السعودي يزعم أن عبد الناصر والإمام الخميني دمر المنطقة بحسب ما نقل عنه الوفد الإنجلي الأمريكي الذي التقاه يزال أغلب محافظة الحديدة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية الحوثي يؤكد أن تصعيد العدوان على اليمن بضوء أخضر أمريكي والجيش واللجان يقصفون مواقع التحالف في السحل الغربي بصاروخ بلستي المانيا وفرنسا تتحديان العقوبات الأمريكية على طهران وبرلين ترصد مليار دولار لدعم شركتها المستثمرة في إيران والكتلة البرلمانية لندائتون يستدعو وزراءها إلى الاختيار بين الاستقالة من الحكومة أو من الحزب أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة سي أن أن الأمريكية أن قرابة 40% من الناخبين الأمريكيين صوتوا للتعبير عن رفضهم لسياسة ترامب يأتي ذلك بعد انتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب فيما احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ إلى ذلك وعدت زعيمة الديمقراطيين في كونغرس نانسي بوليسي بفرض ما سمتها ضوابط ومحاسبة من جديد على إدارة ترامب متعهدة في المقابل العمل على حلول تجمع الأمريكيين رغم خسارة الحزب الجمهوري لمجلس النواب الأمريكية يعلن ترامب عن انتصار هائل لحفاظ الجمهوريين على مجلس الشيوخ وأضافة مقاعدة جديدة مهنئا زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بوليسي بالفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب فيما البيت الأبيض استبق أي احتفال متوقع للديمقراطيين بالدعوة إلى العمل المشترك في مختلف الملفات ولا سيما الخلافية منها أعتقد أنه بإمكاننا العمل مع الديمقراطيين ويمكننا ذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية وإصلاح نظام الهجرة الديمقراطيون ردوا بأنهم سيعملون على إيجاد قواسم مشتركة للعمل مع الجمهوريين في الكونغرس لكن ذلك لم يحل دون انتقادهم للسياسات الجمهورية رأينا الجمهوريين في واشنطن يعملون من دون كلل للانقسام وحرف الأنظار عن خذيعة برنامجهم الدوري بي الذي يستفيد منه الأغنياء فقط وعن حملتهم القاسية لسلب الرعاية الصحية من الأمريكيين تسلم زعماء الحزب الديمقراطي رئاسة اللجان في مجلس النواب سيفتح الباب أمام مسائلات لطالما كانوا يرغبون في إثارتها أمام ترامب وعلى رأسها موضوع سجله الضريبي ومواقفه العنصرية من الهجرة لكن لن يقتصر الأمر على ذلك بل ستشمل تلك المسائلات جوانب من السياسة الخارجية التي يختلفون عليها وفيما يحاول ترامب وقادة الحزب الديمقراطي تصوير النتائج على أنها انتصار ناجز تفيد الوقاع بعدم قدرة الطرفين على تفادي استمرار حالة الشلل والانقسام في العلاقة بين البيت الأبيض ومجلس النواب محمد كريم واشنطن الميادين شهدت الانتخابات النصفية الأمريكية تنوعا كبيرا في أعراقي وخلفيات الفائزين فيها ملاك خالد والتفاصيل بالهتاف والرقص احتفل مؤيد الحزب الديمقراطي بفوز مرشحيهم بغالبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى منذ ثمان سنوات الانتخابات النصفية وهذه هي الأولى على أكثر من صعيد بالنسبة إلى نواب هذا الحزب ولسيما النساء فقد انتخبت فيها أصغر نائبة في تاريخ مجلس النواب هي اليسارية أليكساندريا أوكاسيو كورتيز التي لم تكمل عامها التاسع والعشرين بعد المعلمة اللاتينية الأصل شقت طريقها بنجاح ملحوظ منذ الانتخابات التمهيدية في حي برونكس الفقير من مدينة نيويورك علاقتها وثيقة بالعائلات في محيطها بحكم عملها كما عرفها كثر لعملها سابقا كنادلة ومغنية لتحصيل لقمة عيشها وهي خبرات سقلت وعيها وحفزتها لإصال صوت الطبقات الأقل حظا وفق ما تقول كل الشكر لمن دعمني وتبرع وساهم في أن أصل إلى هنا أنتم تمثلون حقيقة أن أكون هنا الأمر ليس حملة أو انتخابات بل هو حركة حركة تغيير وتطور في الوعي والأفكار بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل المواطنين وهي أيضا المرة الأولى التي تنتخب فيها نائبتان مسلمتان ففي منيسوت تختار الناخبون ألهان عمر المحجبة نائبة عنهم في الكونغرس عمر مهاجرة مع عائلتها هربا من الحرب في الصومال إلى الولايات المتحدة ويقول منتخبوها إن فوزها رسالة قوية في وجه ترامب وسياساته العنصرية ضد اللاجئين أما في ميتشيغين فكان فوز رشيد طليب الفلسطينية الأصل عن دائرة ديترويت متوقعا لكنه كان قاسيا بالنسبة إلى اللوب الصهيوني ومؤيديه بعد فشل الحملة لمنع فوز طليب الداعمة لحركة المقاطعة العالمية لإسرائيل هي المرة الأولى التي أترشح فيها لذا خطوا الاستحقاق وبالصدفة هأنا أصنع التاريخ ولكن الأهم هو أن الناس حصلوا على فرصة ليكونوا مختلفين كذلك فازت دونشلالا الديمقراطية في ولاية فلوريدا وهي من أصول لبنانية لتكون ثالثة نائبات ذوات الأصول العربية في هذا الكونغرس هي من دون شك انتخابات مختلفة فهي الأولى التي تخوضها 237 مرشحة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري فازت منهن 92 كأعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومعنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان منذر أهلا بك الخبر الأخير المتعلق في الانتخابات النصفية الأمريكية هو أن بحسب أسيان أن الأمريكية 40% صوتوا للتعبير عن رفضهم لسياسة ترامب هل لك أن تشرح لنا ماذا تعني هذه النسبة بالضبط؟ يعني هذه الاستطلاعات ليست بعيدة عن الاستطلاعات التي كانت تصدر قبل الانتخابات حول مدى شعبية الرئيس ترامب شعبية الرئيس ترامب لم تعلو عن الأربعين تقريبا ربما في مستويات منخفضة من الأربعين بالمئة أو حتى أقل ولكن أيضا علينا أن نقابل ذلك بنجاح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على مستوى الولايات هنا يعني أن أكثرية الولايات يعني ربما 53 عضو مجلس الشيوخ وبالتالي هذا يعني أن تكساس مثلا يعني تكساس بقيت طبعا مع الحزب الجمهوري ومع تيت كروز ولكن أنه في الحساب الرئاسي وهذا ما يحسبه ترامب الولايات تقف إلى جانبه يعني في الكلية الانتخابية هذا هو لماذا يقول انتصار هائل رقم خسارته وخسارة الحزب الجمهوري لمجلس النواب معنى ذلك أنه في طبيعة النظام الانتخابي والسياسي الأمريكي لا يعني كثيرا مستوى شعبية الرئيس عندما تأتي المسألة إلى طبيعة التصويت في الولايات المحددة وبالتالي نرى أنه هو خسر الأصوات الشعبية في الانتخابات الرئاسية السابقة ولكنه ربح الرئاسة إذن بالتأكيد هو أمر مهم وأمر هام جدا ولكن الأمر الأهم الآن هو ماذا سيجري بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية لجهة سيطرة مجلس الديمقراطيين على مجلس النواب نجد أن هناك إشارات ستصدر ربما لأيام وقد تكون أسابيع يعني الطرفان قد يرميان أقصان الزيتون لبعضهم البعض ويتحدثون بلغة مرنة ولكن الواقع الفعلي يقول بأنه هناك معركة شرسة وهناك شلل سيكون بمعنى أن سيكون هناك تدقيق ومحاسبة لترامب وهناك تحذير من مكونل رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ بأنكم شاهدتم أنكم عندما حاولتم مع القاضي كابنو أن تهزموه أن كانت ردة فعل الجماهير بأنها زادت في عدد مجلس الشيوخ فعليكم أن تحذروا من ذلك ولكن حدود ما يمكن أن يتفق عليه بين الطرفين محدودة ربما على البنية التحتية كما ورد في التقرير ولكن أي أمور أخرى الرعاية الصحية لن تلغى لأن الآن بالتأكيد لن تلغى والأمور الأخرى حول الهجرة ستكون صعبة للتفاهم عليها أو حتى على الأمور الخارجية والأمور الداخلية الأهم سيستطيع ترامب أن يصادق على من ينتدبه للمناصب لأنه مجلس الشيوخ هو الذي يصادق هذا أمر قد يساعده ولكن سيبقى هناك مشكلة حقيقية بعدم تحرك الحكومة الأمريكية على المستويات الضرورية للشعب الأمريكي بطريقة مريحة طيب على أهمية ما تفضلت به دكتور منذر ألا يمكن أن من خلال النتيجة التي وصلت إليها الانتخابات النصفية الأمريكية في عجالة سأذكر له ثلاث نقاط على سبيل المثال وضع الديمقراطيين أمام مسؤولية المحاسبة ستقع على عاتقهم بطبيعة الحال تم ترسيخ لقاعدة ترامب حتى لو كانت 40% ولكن هو كقاعدة انتخابية سياسية باتت كأمر واقع سياسي بشكل تلقائي وطبيعي وأن هذه الانتخابات لم تشكل كاستفتاء أو معارضة أو مناهضة لسياسة ترامب في الداخل هذه النقاط هل يمكن لنا أن نأخذها في الميزان الترامبي لهذه السياسة الترامبية أنصح التعبير هناك كوابح أتت لتذكر ترامب بأنه لن يكون سهلا أمامه الطريق ومفتوحا بدون عقبات للرئاسة الثانية هو عينه على الرئاسة الثانية وبالتالي في السنتين المتبقيتين الآن من ولايته الأولى الحزب الديمقراطي سيسعى بنفس الوقت لجعل هذه المرحلة صعبة عليه وليحضر أيضا للبدائل الديمقراطية بمعنى أن الحزب الديمقراطي سيكون مشهول بإبراز قيادات تستطيع أن تنافس ترامب في الانتخابات القادمة الأهم أن ترامب ركز سيطرته على الحزب الجمهوري يستطيع الادعاء والزعم وهو سيتحدث بعد ساعة ربما من الآن في مؤتمر صحفي وسيعلن بالتأكيد أنه هو الذي انتصر وأنه جولته الانتخابية سيطرت قبضته على الحزب الجمهوري هذه هي الأساس بأن لا يكون هناك منافسة له أو تراخي من الحزب الجمهوري ضده وبالتالي من هنا أمريكا ستستمر في حالة انقسام وفي حالة شلل وفي حالة ترامب الظاهرة الترامبية يبدو أنها مستمرة رغم الكوابح التي وضعت لها هذا هو الأمر الأساسي نعم منذر بكل الأحوال سنكون معك بعد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي كما ذكرت بعد ساعة وقلب ساعة لربما بكل الأحوال شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة على كل المعلومات الدكتور مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان رأى نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن الناخبين الأمريكيين اختاروا الأمل بديلا عن الخوف والكياسة بديلا عن الفضادة والدمج بدل العنصرية والمساواة بدل التمييز وفي تغريدة على تويتر قال أن الأمريكيين دافعوا عن قيمهم وهو ما سيفعله الأوروبيون أيضا الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف استبعد أي تحسن في العلاقات الروسية الأمريكية بعد الانتخابات النصفية للكونغرس بيسكوف وفي حديث صحفي عبر الهاتف تحدث عن ثقة كبيرة بألا أفق مشرقا لتطبيع العلاقات بين البلدين ومن جهة ثانية أعلنت موسكو أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في باريس سيكون على غداء مع باقي الزعماء في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن باريس أعربت عن مخاوفها من أن يسرق اللقاء لقاء الرئيسين الأنظار من حدث الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى وأشار إلى تأجيل اللقاء إلى أعمال مجموعة العشرين المرتقبة في الأرجنتين نقل رئيس الوفد الإنجلي الأمريكي جويل روزرنبرغ الذي التقى وللعهد السعودي محمد بن سلمان أنه التحدث عن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والإمام الخميني ووصفهما بأنهما دمر المنطقة وتسببا بمشاكل للسعودية على حد تعبيره وفي مقابلتنا مع صحيفة جوراليزم بوست نقل روزرنبرغ عن ابن سلمان قوله أن أعداء السعودية هم إيران والإخوان والمسلمون وحزب الله وحماس وداعش والقاعدة روزرنبرغ أكد أدل وفي التحدث مع ولي العهد السعودي عن إسرائيل مضيفا أن 60 مليون إنجلي في الولايات المتحدة يتطلعون لمعرفة من سيكون القائد العربي المقبل الذي سيصنع السلام معها على حد تعبيره بسرعة يسير قطار التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية فبعد الزيارات العلنية لبسؤولين إسرائيليين إلى تلك الدول الدول العربية يدخل وزير المواصلات إسرائيل كاتس سلطنة عمان على وقع السيوف ما ينظر بتكشف المزيد في الفترة المقبلة من الإسماعيل على وقع رقصة السيوف دخل وزير المواصلات وشؤون الاستخبارية إسرائيل كاتس سلطنة عمان مبتهجا مطمئنا في مشهد يختصر الكثير كاتس نفسه الذي توعد ببقاء القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد وصل إلى عمان للمشاركة في مؤتمر المواصلات الدولي بدعوة شخصية من نظيره العماني وهو يحمل بيده خطة سكك حديدية لربط البحر المتوسط بالخليج بواسطة القطارات عبر إسرائيل كجسر بري وعبر الأردن بوصفه محور مواصلات إقليميا التطبيع من منطلق قوة شعار يحمله معه كاتس إلى المؤتمر ودول الخليج ويرى أن خروج زيارات شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى لدول عربية إلى العلن ليست سوى تعبير عن تعزيز مكانة إسرائيل لدى تلك الدول زيارة كاتس إلى عمان ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة سبقه إليها إلى دول عربية وخليجية أخرى رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو ووزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف وغيرهما من الشخصيات السياسية والأمنية أيضا في إشارات واضحة إلى السرعة التي يسير بها قطار التطبيع مع إسرائيل وعلى وقع تبيان المزيد من القطب المخفية في العلاقات السرية بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية كشف رئيس الوفد الإنجلي جويل روزنبرغ الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية بعضا من تفاصيل لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي حصل في السعودية قبل أيام روزنبرغ قال إن بن سلمان بدأ الاجتماع بالتحريد ضد اثنين من الشخصيات التاريخية في الشرق الأوسط هما الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر ومهندس الثورة الإيرانية آيات الله الخميني وفي إشارة لافتة برأي روزنبرغ وصف بن سلمان المنطقة بالشارع الصعب وهو التوصيف نفسه الذي يتوافق مع وجهة النظر الإسرائيلية الخاصة حيال المنطقة ما هي تفاصيل خطة وزير النقل الإسرائيلي لخط سكك الحديد بين إسرائيل ودول خليجية زهر أديراني والتفاصيل أهلا بكم لا يكاد العالم يغفو على خبر تطبيعي حتى يصحو على آخر فبعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لمسقط وتجول وزيرة الثقافة الإسرائيلية ماري رجف في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي وبعد عصف النشيد الإسرائيلي في الدوحة يعلن وزير النقل الإسرائيلي من مسقط عن مشروع خط سكك حديدية يربط ميناء حيفا بالأردن والسعودية ومنها إلى الدول الخليجية الأخرى مشروع سكة السلام الإسرائيلي كما يسميه كات سينطلق من مدينة حيفا إلى بيسان في فلسطين المحتلة ليمر عبر جسر الشيخ حسين شمال غور الأردن ثم إلى الحدود الأردنية ومنها إلى مدينة إربت شمالا ثم إلى السعودية ودول خليجية أخرى ولكن ماذا تستفيد إسرائيل من هذا المشروع تنطوي المبادرة على مزايا اقتصادية ستعود المنفعة الكبرى منها على تل أبيب خصوصا وأن ميناء حيفا سيتحول إلى خط ترانزيت استراتيجي بين دول مجلس التعاون وأوروبا عبر المتوسط وهو ما من شأنه أن يقلل من أهمية قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر والتي تستفيد منها مصر بشكل كبير في تقوية اقتصادها في شتى المجالات يعتقد المراقبون أن خط سكة الحديد بين تل أبيب والرياض عبر الأردن سيشكل عامل ضغط على دول العربية الأخرى ولسيما العراق باعتبار أن الأخيرة يعتمد في استراد الكثير من البضائع على طريق الأردن وبالتالي فإن الخط المذكور الذي سيكون مفتاحه بيد تل أبيب سيهدد الأمن الاقتصادي للعديد من دول المنطقة وكالعادة فإن واشنطن هي أول المباركين والداعمين حيث رحبت الإدارة الأمريكية على لسان مبعوثها الخاص المعني بالشرق الأوسط جيسون جرين بلاك بالطرح الإسرائيلي والذي دعا أيضا إلى دعم الحوار بين إسرائيل والدول العربية في المقابل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر رفضا لهذا المشروع حيث غرد أحدهم قائلا إسرائيل ودول عربية خليجية ترتبط بسكة حديد فيما اليمن وقطاع غزة يحاصران بالنار والحديد حذر برنامج الغذاء العالمي من مأسوية الوضع الإنساني في اليمن حيث الوضع وأن لم يصل إلى حد المجاعة إلا أنه بات يعد الأسوأ إنسانيا على مستوى العالم وكشف الناطق باسم برنامج الأممي في حديث للميادين أن 42 ألف طن من الحبوب موجودة في الصوامع مشيرا إلى وجود صعوبة في توزيعها على المدنيين نتيجة منع مسلحين لم يحدد هويتهم منع لعمال الإغاثة من الوصول إلى الصوامع لدينا 42 طن من الحبوب محتجزة في الصوامع لا يمكننا الوصول إليها لتوزيعها على المحتاجين بسبب منعنا من قبل عسكريين أود أن أذكر بأننا لسنا في اليمن لأهداف سياسية أو لمساعدة طرف لنا آخر نحن هنا لنقدم المساعدة للمحتاجين الذين بلغ عددهم اليوم 18 مليون شخص وهؤلاء مع الأسف لا يعلمون متى سيمكنهم تناول وجبة غذائهم المقبلة على الأطراف المتحاربة أن يشعروا بهؤلاء وأن يبعدوا المساعدة الأساسية عن النزاع استشهد ستة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون في غرات جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم بمدرية مستبأ في محافظة حجة إلى ذلك أكد مصدر عسكريون بأن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت تجمعا كبيرا لقوات التحالف السعودي في الساحل الغربي بصاروخ باليستي من نوع بدر واحد أو بي وان وبحسب المصدر فأن الجيش واللجان شن هجوما على مواقع قوات هادي في منطقة أم الصياد بمدرية سرواح غرب مأرب أسفرت عن قتل وجرح في صفوف الأخير أكد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن تصعيد العدوان على بلاده يأتي بضوء أخضر أمريكي معتبرا أن واشنطن ترى في ذلك مصلحة لها الحوثي شدد على أن المساحة الأكبر من محافظة الحديدة لا تزال تحت سيطرات الجيش واللجان على حد تعبيره نافيا ما يعلنه التحالف السعودي بهذا الخصوص وهي عملية تصعيد كبيرة لا شك في هذا عد لها العدو عدادات كبيرة وتجهيزات كبيرة في الساحل اتجه بكل ثقله للضغط على مدينة الحديدة من خلال المسار الذي كان قد اخترق عبره في التوقل إلى جانب المدينة وهو الآن يضغط على مدينة الحديدة بينما لا يزال أغلب محافظة الحديدة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية ويبذل الجيش والأهالي هناك واللجان الشعبية جهودا كبيرة في الحفاظ على معظم تلك الرقع الجغرافية من محافظة الحديدة ومن الحديدة والسحل الغربي إلى جبهة القتال الأخرى تصعيد سعودي إمارتي قبله الجيش واللجان بتكتيكات عسكرية نجحت في تكبيل قوات التحالف على الأرض واستدراجها بكمائنا وعمليات عسكرية أوقعت المئات من القتلى والجرحة والأسرة ولسيما في الحديدة والبيضاء أحمد عبد الرحمن على مشارف الحديدة اليمنية ينتحر التحالف السعودي وقواته المدعومة إماراتيا والنتيجة مئات القتلى والجرحة من أبناء المحافظات الجنوبية اليمنية والجنود السودانيين بمدرعاتهم وآلياتهم أسبوع على إطلاق التحالف عمليته العسكرية ولا إنجاز على الأرض سوى قتل المدنيين وتدمير المنازل والمزارع والمصانع والمطاحن والطرقات أولا من العدو لكسب ما يستطيع الحصول عليه من أي تقدم أو يحقق حتى انتصار وهمي وإعلامي مثلما تعود الناس منه ولكن على الواقع لا يوجد أي انتصارات وإذا وقع أي اختراق في أي مكان فسوف يتم دحره مثلما حدث في علامة شارف جبن حاول التقدم ولكنه تم دحره في خلال ساعات قليلة يدافع الجيش واللجان الشعبية في كيلو 16 والمطار ويهاجمون في التحيط وجبهات القتال الأخرى بهذه الاستراتيجية الدفاعية الهجومية تدار المعركة من الحديد وتعز ودمت الضالع ونهم صنعى وناطع وملاجم البيضاء إلى حرض وميد حجة وعلب عسير عند الحدود مع صعدة تكتيكات عسكرية يمنية أسهمت في كبح ولجم تصعيد التحالف على جميع الجبهات عدوان منهج في ضرب المطاحن البحر الأحمر وضرب المصانع وضرب البنية التحتية وضرب أكل لقمة عيش هذا الشعب اليمني دليل قاطع على منهجة التجويع أو ممارسة التجويع وإركاع هذا الشعب أكمله من أجل الاستسلام يفجل التحالف السعودي الإماراتي في تحقيق خرق عسكري يغير خارطة السيطرة ويقلب الموازين فينتقم من المدنيين ويعاقب شعبا كاملا ويقصف مطاحن الدقيق الوحيدة في اليمن إنه الشعور بالعجز والعاجز من لا يستبد أحمد عبد الرحمن الميادين أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن كل من يقول في الإدارة الأمريكية أن الأدوية والمواد الغذائية والأجهزة الطبية ليست في قائمة العقوبات ضد إيران يكذب أو يتقمص دور الجاهل قاسمي قال أن عزلة حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستزداد في المستقبل وأن العالم لم يعد يتقبل سلوكيات واشنطن وسياساتها قاسمي قال أن الكثيرين من حكام الإدارة الأمريكية يسعون لتبرير إجراءاتهم العدائية والظالمة بحق الشعب الإيراني من خلال التصريح بأن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الشعب الإيراني وردا على العقوبات الأمريكية على إيران خصصت الحكومة الألمانية نحو مليار يورو لدعم الشركات التي تتعامل مع تهران متحدية بذلك الحظر الأمريكي الضمانات الحكومية الألمانية شملت 58 شركة حتى الآن ويتوقع أن تطال المزيد من الشركات بعد أدخال واشنطن عقوباتها حيز التطبيق وسط معارضة عالمية وكذلك أوروبية وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس انتقد سياسات البيت الأبيض بشأن إيران وصفا الحضرة بالخطوة غير الصحيحة ماس كشف عن اعتماد الاتحاد الأوروبي أليات جديدة منها مالية وذلك بهدف الحفاظ على التجارة مع إيران مشددا على ضرورة رد أوروبا على سياسة أمريكا أولا بسياسة أوروبا الموحدة يجب أن نجد إجابة عن شعار أمريكا أولا ومن الواضح أن الرد لا يمكن إلا أن يكون أوروبا الموحدة يجب علينا نحن الأوروبيين التعاون أكثر والاستثمار وهذا يتعلق بمواجهة الرسوم الجمهورية العقابية وينطبق على قضايا الأمن وتغير المناخ أتوقع أن يستخدم الديمقراطيون سلطتهم المكتسبة للتأثير في سياسة البيت الأبيض سنرى إلى أي مدى سيكون ذلك فعالا نأمل أن يكون هذا التعاون بناءا وأن يؤدي إلى نتائج بناءة في السياسة الدولية بدورها تعهدت فرنسا المضي قدما في خطتها لمواجهة عقوبات واشنطن المفروضة على إيران وبتعزيز الدور الدولي لليورو في إطار سعيها إلى قيادة أوروبا لمواجهة الولايات المتحدة التي تتصرف كشرطي تجاري في العالم وافق صحيفة فينانشل تايمز فقد قال وزير الاقتصاد الفرنسي أن الخطط لإنشاء آلية لتبادلات مالية خاصة مع إيران ستضمن سيادة أوروبا الاقتصادية فيما يتوقع مراقبون أن تعلن باريس عن إمكانية استضافة هذه الآلية لمواجهة الحظر الأمريكي ما هو الهدف الأمريكي من العقوبات على إيران التفاصيل في هذا العرض أهلا بكم ما هو الهدف الأمريكي من العقوبات على إيران أمام النظام الإيراني خياران إما أن يتحول عن مساره الخارج على القانون ويتصرف كدولة عادية أو أن يرى اقتصاده ينهار إذن خيارات إيران هي التالية إما يتحول النظام عن مساره الخارج عن القانون ويتصرف كدولة عادية وإما أن ينهار اقتصاده الخيار الأول إذن هو تحول النظام عن مساره الخارج عن القانون وهنا نسأل هل تنطبق مواصفات الدولة الخارجة على القانون على دولة أنشأت قاعدة عسكرية في دولة أخرى من دون إذنها أو تنطبق على دولة سلحت دولة أخرى لتقتل أطفال دولة ثالثة سأتحدث عن الكثير من الأمور مع السعوديين لكن بالتأكيد لن يكون لدي أشخاص لا يعرفون كيف يستخدمون الأسلحة ويقصفون حافلات تقل أطفالا من جهة يعترف ترامب بسوء استخدام السلاح الأمريكي من قبل السعودية في اليمن بقتل الأطفال ومن جهة أخرى يستمر في تصديره هذا تصرف دولة عادية نقضل اتفاقات الدولية والانسحاب منها ومهاجمة الأمم المتحدة والعمل ضد قراراتها تصرف دولة عادية السكوت عن قتل وتقطيع صحافي ونشره بالمنشار في قنصلية دولة أخرى وعدم معاقبة الدولة التي اقترفت الجرمة وهو تصرف دولة عادية الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال وضرب أرأي دول العالم والقرارات الدولية بعرض الحائط هو تصرف دولة عادية فإذا كان لابد من عقاب لدولة لا تتصرف كدولة عادية فيجب على الولايات المتحدة أن تعاقب نفسها أما بالنسبة إلى خيار انهيار الاقتصاد فطبعا الخطة الأمريكية جديدة من نوعها وتعتمد على أن العقوبات ستؤثر على الشعب الذي يثور بدوره على النظام أو يستدرك النظام الأمر وينصاع للمطالب الأمريكية خطة أمريكية جديدة لم تطبق من قبل أبدا إلا مع إيران نفسها فمنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وحتى تاريخ توقيع الاتفاق النووي ستة وثلاثون عاما من العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران لم نظام صاع ولا الشعب قلب على نظامه وهنا يجب التوقف عند ملاحظة مهمة جدا وهي أن العقوبات سابقا كانت أمريكية وأوروبية أما اليوم فالعقوبات هي أحدية أمريكية يقول أينشتاين الجنون هو أن تفعل الشيء نفسه مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة فاصل قصير وسنعود من جديد أهلا بكم خير حزب نداء تونس الوزراء المنتمين له بين الاستقالة من حكومة يوسف الشاهد أو الاستقالة من الحزب وفق ما أكده رئيس كتلة الحزب في مجلس نواب الشعب سوفيان طوبال الذي أشار إلى أن النداء سيصوت ضد من حثق للحكومة بشكلها الجديد في جلسة من المنتظر الأعلان عن موعدها في الساعة القليلة المقبلة بلال مبروك إلى مجلس نواب الشعب سيتوجه الشاهد طالبا من حثقة لفريقه الحكومي الجديد التوقعات تشير إلى مرور آمن في المجلس بعد تأمين الحد الأدنى من المساويتين أنصار الشاهد يقللون من أهميات تشكيك الرئاسة والنداء في مصدقية التعديل الوزري هذا السيناريو السريالي هذا معقول ليس أنه أنا مؤسسة دستورية ترشح حكومة أنه رئيس الدولة لهو ضامن للدستور يناقض الدستور لا أعتقد بذلك في المقابل يقف حزب نداء تونس الرافض للتعديل الوزري متوعدا باستعمال الوسائل القانونية كافة للحيلول دول تمرير التعديل الوزري ولسيما في ظل حديث عن وجود خروق دستورية ضمنها عدم اتلاع الرئيس التونسي على معظم حيثياته ما ينذر بسجال قانوني ودستوري في الأيام المقبلة قانونيا قدمنا مؤيداتنا وقدمنا ما يفيد بأن التحوير هذا فيه لبس قانوني واضح وصريح وهذا قدم إلى ما معناها رئاسة المجلس وأيضا المساعدين الرئيس الذين يكونوا حاضرين في اجتماع المكتب سيبلغون أصوات النواب من المنتظر أن يحدد مجلس نواب الشعب في الساعات القليلة المقبلة موعدا لجلسة المصادقة على التعديل الوزري الجديد والمؤكد أن ملامح المشهد السياسي الجديد ستتغير على نحو جذري حكما ومعارضة من المتوقع أن يمر التعديل الوزري الجديد بأغلبية نسبية ليبقى التساؤل عن مدى قدرة فريق الشاهد على تطبيق برنامجه بشكل مريح فلسيما إذا ما صر النداء على التموضع في المعارضة بل المبروك تونس المياد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم إلى بغداد وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤولين قطري رفيع منذ سنوات لسيما أن أقوان عراقية كانت تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين في العراق محمد الفهد في زيارة غير معلنة مسبقا وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع استهل زيارته بلقاء رئيس الوزراء عدل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح إضافة إلى مسؤولين آخرين التعاون المشترك وتعزيز العلاقات على رأس الملفات التي فتحت على طاولة الاجتماعات أتينا للمباركة للشعب العراقي الشقيق هذا الإنجاز السياسي ونتمنى لهم كل التوفيق ونمد أيدينا إلى أشقائنا في العراق للتعاون وفتح مرحلة جديدة للتعاون بين دولة قطر وجمهورية العراق ونقلنا لهم رغبة قيادة دولة قطر ممثلة في صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لتعزيز هذا التعاون بيننا خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية تطورات المنطقة العربية ليست بعيدة من زيارة الوزير القطري بغداد ولسيما خلافات الدوحة مع الرياض فضلا عن قضايا أخرى فيما أبدى الضيف رغبة في توسيع التمثيل الدبلوماسي بين العراق وقطر في إطار توسيع نطاق الجهود لحل المشاكل في المنطقة يرافقنا في هذا الوفد عدد من المسؤولين القطريين الممثلين للقطاع الاقتصادي والاستثماري والقطاع التنموي للنظر في المشاريع المشتركة وسنعقد جولة من المباحثات مع معالي وزير الخارجية لمناقشة هذه المشاريع بغداد وعلى لسان مسؤوليها أكدت ضرورة اتباع طرق الدبلوماسية لحل المشاكل بين الدول أهمية زيارة وزير الخارجية القطري بغداد في هذا التوقيت تكمن ربما في أنها تحمل أبعادا سياسية لا تخص البلدين فقط بل تشمل ملفات عربية ودولية على صعيد حل الخلافات والمشكلات العالقة محمد الفهد بغداد الميادين قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن الإرهابيين في سوريا والعراق لا يزالون يحصلون على دعم خارجي معتبرا أن الحد من نشاط الإرهابيين يواجه عرقلة بسبب عملية تسليم هؤلاء إلى دولة ثالثة لا الدول التي خرجوا منها لافروف شدد خلال الاجتماع المفتوح لقادة أجهزة الاستخبارات والأمن وأنفذ القانون شدد على أن خطر الإرهاب يهدد الدول كافة من دون استثناء وأضاف أن الإرهابيين يتكيفون مع الوقائع المتغيرة وينوعون في مصادر تمويلهم ودعمهم بما في ذلك بناء علاقات مع مافيا المخدرات والجريمة أعرب المبعوط الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا جيميس جيفري عن أمل بلاده بأن تواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا قال جيفري أن واشنطن على اطلاع جيد على وجود عاصر جبهة النصرى وداعش في إدلب ولديها قلق بشأن خروجهم من سوريا وانتشارهم في العالم وأعلن أن بلاده تجري مباحثة دائمة ولسيما مع روسيا وتركيا حول كيفية التعامل مع مسلح النصرى وداعش أحيات روسيا ذكرى عرض ألف وتسعمائة وواحد واربعين العسكري التاريخي الذي حقق أول انتصار على ألمانيا النازية إنها الذكرى السابعة والسبعون لهزيمة ألمانيا النازية ملأ الشبان والبناطق الساحة الحمراء عام واحد واربعين في ذلك الوقت كان الغزات على بعد ثلاثين كيلومترا فقط من العاصمة العرض العسكري حين ذاك رفع من معنويات الجيش الأحمر قبل التوجه إلى القطوط الأمامية للقتال ضد جيوش هتلر فتحقق أول انتصار على الفاشية يومها ككل عام تستعيد روسيا ذاكرة مجدها بعرض عسكري يحاول من خلاله الجنود وطلاب الكليات العسكرية والمتطوعون من الحركات الشبابية محاكاة أحداث الحرب الوطنية العظمى بأزياء وأسلحة عسكرية قديمة الطراز على وقع قرع طبول طلاب الكلية الموسيقية العسكرية بدأ الاستعراض سارى أمام المنصة حاملوا الأعلام من العلم الوطني لروسيا الاتحادية إلى راية النصر وراية القوات المسلحة الروسية الساحة الحمراء احتضنت آلاف الجنود إضافة إلى مجموعة واسعة من المعدات والوحدات العسكرية التارفية مع قاذفات صواريخ الكاتوشة ودبابات تي 34 وبنادق المدفعية ومئات المركبات العسكرية والطائرات المروحية بحضور الفوج الرئاسي إلى جانب عسكريين من الوحدات والكتائب العسكرية والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع وطلاب المدارس العسكرية في موسكو ويبقى الثابت الأكيد في كل عام حضور المحاربين القدامى ممن ساروا في الساحة الحمراء عام 41 ملحمة الانتصار الروسي على النازية تعد بالنسبة إلى الروس مصدر فخر ومدرسة تعلمت منها شعوب العالم معنى المقاومة والانتصار الاتحاد السوفيتي وضع حد نهائيا لما يعرف بظاهرة النازية والفاشية التي حاولت السيطرة على العالم في أربعينيات القرن الماضي جامعة انتاكيا تفتح أبوابها في ريف دمشق توازيا مع مرحلة نهوض سوريا من رماد الحرب محمد الخضر صرح تعليمي جديد ينضم إلى منظومة التعليم العالي في سوريا منظومة تضم ثمان جامعات حكومية وأكثر من عشرين جامعة خاصة ويدرس فيها نحو ثمانمائة ألف طالب جامعة انتاكيا الخاصة تفتح أبوابها في معارة صيدنايا في ريف دمشق مقر فرعي في انتظار افتتاح المركز الرئيسي للجامعة في الحسكة اليوم افتتاح الفرع انتاكيا في هذه المنطقة الجميلة من سوريا هذا دليل على النصر وهذا رد على ما أرادوه مننا الفكر الارهابي وعودتنا إلى حصور التخلف تنطلق الجامعة بكليتي الهندسة المدنية والمعمارية والعلوم الإدارية والاقتصادية مبدئيا ضمن ترخيص شمل سبع كليات قاعات تدريسية ومختبرات مجهزة على مساحة خمسة آلاف متر مربع وشركات علمية مع جامعات عالمية مرموقة حاليا عدد الطلاب حوالي مئة طالب عمد دعم ضمن مبنى مساحة حوالي خمسة آلاف متر مربع المساحة الطابقية مجهز بالقاعات التدريسية والمخابر اطلاق بطرياركية انتاكيا للسوريان الأرثوذكس الجامعة يحمل رسائل أبعد من اطلاق عملية تعليمية عالية المستوى هي رسائل تحمل في طياتها السعية إلى إعادة الدور المسيحي إلى ما كان عليه في المشرق والمشاركة العميقة في التنمية البشرية والاقتصادية التي تحتاج إليها سوريا بعد الحرب هو رسالة بتعبر عن عنفوان وحياة وعزيمة السوريين وبنسبة لأن تسميتها انتاكيا في إلى أبعادها التاريخية الروحية الحضارية انتاكيا كانت عاصمة سوريا يام الرومان انتاكيا عاصمة المسيحية المشرقية وبالتالي هي رسالة أيضاً أن المسيحيين أبناء هذا البلد موجودين متجذرين ورح يستمر فيها يخطط القائمون على جامعة انتاكيا لتحويلها إلى مصدر تعليمي يجتذب الطلبة من الدول المجاورة لا من سوريا فقط خطط يضعونها وفق مناهج دراسية متطورة وشراكات علمية رفعة صرح أكاديمي يضاف إلى أكثر من عشرين جامعة سورية خاصة تقع عليها مهم كبيرة في إعداد طاقات بشرية تتولى النهوضة بسوريا بعد الحرب محمد الخضر من جامعة أنتاكيا سوريا الخاصة في ريف دمشق الميادين أطلق حلاق مصري حملة لتخفيف من معاناة الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان من خلال تركيب شعر مستعار لهم بالمجان زينة بطفيلي يسعى مصفف الشعر المصري سامح سلام لإدخال الفرحة إلى قلوب أطفال مرض السرطان الذين يسقطوا شعرهم نتيجة العلاج الكيميائي من خلال حملة تتمثل في تثبيت الشعر المستعار لدى هؤلاء الأطفال على نفقته الخاصة سلام اعتبر أن الطفل المريض بالسرطان يعاني من ألم نفسي شديد ولسيما عندما يشاهد أصدقائه وهم يصففون شعرهم يفرق معهم نفسيا كتير وده كان الأساس يعني برضو هيساعد مع العلاج أن نرفعهم الروح من المعنوية الفكرة انطلقت عندما شاهد سلام مقطع فيديو منشورا على السوشال ميديا يرصد فرحة طفل مريض بالسرطان بعد تركيب الشعر المستعار له سلام استطاعه بمساعدة والده الذي يقوم بصناعة الشعر رسم البهجة على وجه لارة مصطفى ابنة الأعوام الخمسة بعد شهور من جلسات العلاج الكيميائي المؤلمة وفقدانها شعرها بالكامل الآن أصبح بإمكان لارة أن تصفف الشعر الطويل المتدل فوق جبينها وخلف ظهرها كيفما تشاء أنا طبعا الحاجات دي الحمد لله ربنا بيقدرني أن أجيبهم من المالي الخاص بس طبعا قدرت من خلال والدي بيشتغل في الشعر ده وبيغزله وبيعمل البوريك دي وبيبيعها فقدر يعرفني على الأماكن اللي أنا أجيب منها وكان والد لارة قد طلب المساعدة من سلام بعدما شاهد ابنته وقد تأثرت كثيرا بفقد شعرها بسبب العلاج طبعا المبادرة دي مفرد يعني أن الناس كلها تلجأ لها لأن صراحة المبادرة جميلة جدا فيها أولياء أمور صراحة يعني الموضوع ده أهم من العلاج يعني العلاج النفسي ده يمكن يمسل 50% من العلاج للكانسر سلام لم يتلقى أي مساعدة من أي مؤسسة من المؤسسات التي تعنى بمرضى السرطان إلا أنه قرر مساعدة الأطفال لرفع معنوياتهم وتحسين حالتهم النفسية وقد ساعد حتى الآن أحد عشر طفلا في الحصول على شعر مستعار بديل ولا مانع لديه من مساعدة المزيد بدأ في العاصمة الباكستانية إسلام أباد المهرجان السنوي للثقفات والتقاليد الباكستانية والذي يهدف إلى التعريف بمختلف الثقفات والعداد ضمن الحدود الباكستانية ولسيما تلك الواقعة في أقاصي البلاد بكر يونس المهرجان الأكبر والأشمل في باكستان مهرجان الثقفات والعداد الباكستانية مختلفة الملابس الباكستانية التي تحاك بطرق مميزة من إقليم الشمال الغربي والأعمال الحرافية على عظام الجمال من المناطق القبلية والمأكولات البروشية كانت كلها حضرة في قالب موحد ومتنوع أنا أقوم بهذا العمل منذ عشرين عاما وهو عمر ورثناه من أمهاتنا ونعمل على تقديم هذا العمل للجيل الجديد ليتعلم ما يميز أعمالنا إن هذا المهرجان يظهر لنا ما تتميز به بلادنا لقد تعلمت الكثير من الثقافات والتقاليد هنا ولسيما أننا بحاجة إلى معرفة ذلك عن بلادنا باكستان لعشرة أيام يستمر المشاركون في هذا المهرجان في تقديم أهم وأبرز ما تتميز به مناطقهم وأقاليمهم من الجنوب السندي إلى الشمال الغربي مرورا بإقليم البنجاب الذي أطفت موسيقاه على المكان لونان مميزا إن هذا المهرجان يحمل رسالة الأمن والسلام لكل العالم ويوضح أن بلادنا من بلوشستان وكسمير والبنجاب تحمل الكثير من الخير والسلام والإنتاج البشري للهام والمتميز الرأو الغنائي ثقافة لم تنتثر في الأقالم الباكستانية لذا كان لها مكانها المميز كما هي الحال بالنسبة إلى تنزين الدراجات النارية وصناعة مجسماتها وهي الميزة الخاصة بساكن ضواحي العاصمة إسلام أباد إضافة إلى المنتجات الخزفية اليدوية الصنع تستمر عمال هذا المهرجان حتى ساعات متأخرة من الليل فهناك العديد من التقاليد والعادات التي تبدأ أنشطتها ليلا كالغناء الشعبي البشتوني هذا النوع من الغناء الذي ينشأ من أبيات شعرية مستوحة من قصص بطولات في الحب والحرب هو الأكثر إثارة للزوار وللشبان منهم على نحو خاص بكر يونس إسلام أباد الميادين وإلى اللعنوين الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي موسكو تستبعد تحسن العلاقات ومسؤول أوروبي يقول أن الناخبين صوتوا ضد العنصرية والفضادة ولي العهد السعودي يزعم أن عبد الناصر والإمام الخميني دمر المنطقة بحسب ما نقل عنه الوفد الإنجلي الأمريكي والذي التقاه لا يزال أغلب محافظة الحديدة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية والحوثي يؤكد أن تصعيد العدوان على اليمن بضوء أخضر أمريكي والجيش واللجان يقصفون مواقع للتحالف في الساحل الغربي بصاروخ باليستي المانيا وفرنسا تتحديان العقوبات الأمريكية على تهران وبرلين ترصد مليار دولار لدعم شركتها المستثمرة في إيران والكتلة البرلمانية لنداء توني استدعو وزراءها إلى الاختيار بين الاستقالة من الحكومة أو من الحزب والمزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت النشرة أنتهت إلى اللقاء موسيقى